لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أك رد بعقل أحبا نقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المسا مرحب بيكم أرزي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وأنوان حلقتنا النهاردة التبرك ببولي النبي إحنا شاهدنا في الحلقة اللي فاتت عقيدة ابن حجر إن لو فيه واحد حبيت دفن في أماكن مقدسة وبجوار مدافن الأنبياء أو كبور الشهداء وكبور الأولاء علشان الرحمة نزل عليهم والتبرك منهم وهو ميت جائز عند ابن حجر ومش كده وبس لأ ده قال إن التبرك بفضلات الصلاحين وطعامهم ومالهم وأهل السنة طبعا ردوا عليه وقالوا التبرك بزوات الصلاحين أو بجاههم أو بحقهم كل ذلك لا يجوز والسواب التبرك بدعاهم لا بزواتهم لأن التبرك بزوات الصلاحين أو بجاههم أو بحقهم كل ذلك لا يجوز وهو دائر بين الشرك الأكبر والأصغر فيحذر منه وإن التبرك ده بيكون خاص بمحمد فقط فيما انفصل عن جسمه في حياته والنهاردة هنكمل باقي مخالفات ابن حجر العقائدية ونكتشف المفاجأة وتابعوني في الحلقة هنشوف ابن حجر بيأكد التبرك بأصار الصلاحين وده من خلال كتاب شرح خلال صحيح البخاري كتاب الأشربة باب الشربة من القدح من قدح النبي وآنياته شرح الحديث ابن حجر بيقول إيه قال والتبرك بأصار الصلاحين يعني حتى لباس الصلاحين بيكون محل للتبرك عند ابن حجر وكل الملابس بغض النظر إن كانت ملابس خارجية أو داخلية لما تحتويه من عرق وغيره طبعا وهنتأكد تاني من حديث آخر في صحيح البخاري كتاب اللباس باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر ابن حجر بيقول لنا إيه فيه استعمال أصار الصلاحين ولباس ملابسهم على جهة التبرك والتيمن بها والشيخ ابن باز قال والتبرك بزوات الصلاحين لا يجوز بل هو خاص بالنبي في حياته بذاته لا بعد موته والحافظ عفى الله عنه توسع في هذا فأدخل عموم الصلاحين والحق ما عرفت من خصوصيته من نبينا محمد والله أعلم يعني الشيخ ابن باز قال إن الكلام ده خاص بالنبي بس في حياته بذاته لا بعد موته ولكن ابن حجر بيأكد التبرك كمان بأجساد الصلاحين خلينا نشوف كمان ابن حجر بيأكد التبرك بأجساد الصلاحين في حديث آخر في صحيح البخاري كتاب الطب باب الرقع بالقرآن والمعاوزات يقول إن ابن حجر إيه؟ قاله في الحديث التبرك بالرجل الصالح وسائر أعضاؤه وخصوصاً اليد اليومنا يعني ابن حجر بيقول التبرك بالرجل الصالح وكل أعضاؤه شرح الحديث اللي قبله قال الملابس وطبعاً الملابس الداخلية فيها بركة يعني أكتر وممكن تكون أكتر يعني ونفهم من مجمل اللي إحنا قريناه خلينا نشوف كلام الكلام ده في الحديث اللي الجاي صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ابن حجر بيقول لنا إيه؟ بيقول وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصل والتبرك بفضلات الصالحين الطهرة طهارة نخامة يعني طهارة نخامة شعر منفصل وهو التبرك بفضلات الصالحين التبرك بالرجل الصالح وسائر أعضاؤه وملابسه وطعامه ومباله وأثار الصالحين وكل ده مخالف لعقيدة أهل السنة وبدعة ونوع من الشرك خلينا نشوف الشيخ عبد العزيز ابن باز قال إيه في الموضوع ده قال هذا ليس على إطلاقه بل هو خاص بنبينا ولا يجوز لغيره لكونه لم يرد ولكونه وسيلة إلى الشرك يعني يبقى ابن باز قال إن ده خاص بالنبي في حياته ولو عملت كده مع أي حد غيره ده وسيلة للشرك وطبعا النخامة والشعر المنفصل في أحاديث للصحابة مع الرسول بكده يعني لكن إحنا هنركز على فضلات الصالحين الطهرة اللي اتكلم عنها ابن حجر وطبعا فضلات بيدخل فيها إيه كل فضلات الإنسان من عرق ويعني مثل هذه الأمور خلينا نشوف الشيخ محمد رسلان بيتكلم عن بول الرسول والأولاء وهيقول إيه كانوا يتبركون ببول النبي يشربون حسن لو جيتني به الآن أنا أشرب أخدم بقول من أخبال أهل العلم وهو أنهم يقولون إن بوله كان صاحر يا أخي لو جيتني به أنا أشرب أنا أتبرك به ولكن أين هو فلماذا تقول هذا الآن لصالح من لصالح الدراويش في التكايا ولصالح مدعي الولاية في الزوايا من كل ولي تقاس ولايته بطول خيط مخاطه نازلا وبعدد القمل الذي يتنافر من جسده وثيابه وشعره فأولئي الأولياء هم الذين يقالوا هذا الكلام لصالحه وزي ما شفنا الشيخ محمد رسلان قال إنه عادي ممكن يشرب بول الرسول للتبرق به وإن الناس بتذكر الحديث ده عشان يقيسوا عليه خلينا نشوف الشيخ الحويني بيرد على الشيخ محمد رسلان في التبرق وبول الرسول ونشوف بيرد يقول إيه على أي حد بيقول التبرق وبول النبي أنا مش مئزي من ألفاظ اللي هو مألوها وأنا أرى أن في هذا إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم لإني بقت معروف يقول لك بول النبي مش عارب إيه النبي عيب عيب ما فيش حد يتكلم عن النبي كده الرسول الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول يبينكم كدعاء بعضكم بعضا يبقى ما كانش ينفع أنا رأيته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقر في هذه المسألة فرد لما تتكلم عن النبي تبقى مؤدب جدا 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 تحفظ جدا على ألفاظك ما تبقاش المسألة بسيطة ويقوله كلام أنا 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 سمعت بعض هذا الكلام والله إشماء الزيت من الكلام رفضته أذني ينبو عنه ذوق أي إنسان عنده ذوق لا يتكلم بهذا الكلام الحويني زي ما شفنا مش مئز من الألفاظ وعبارات بول النبي وإن ده عدم توقير وهنا فيه سؤال إنتوا بقى كمسلمين وبتشوف الشيوخ السنة نفسهم وهم بيختلفوا تختاروا مين من الشيوخ اللي صح اللي يقول يشرب بول النبي ولا اللي بيشمائز من الكلام ده واللي بيشوف فيه عدم احترام للنبي ونرجع لابن حجر علشان نشوف إزاي توسع في قياسه جدا ولكن أصل قياسه لسبب مهم جدا ودي المفاجأة اللي إحنا هنشوفها ابن حجر بيعتبر إن الأنبياء أحياء في كبرهم وتابعوني عشان نشوف إزاي ابن حجر قال إن الأنبياء أحياء في كبرهم ونتعرف على ما هي هذه الحياة صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء يقول لنا كده ابن حجر لأن الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا في صورة الأموات بالنسبة إلى أهل الدنيا يعني هنا ابن حجر بيقول إنهم أحياء وإن هما في صورة الأموات وخاليا نشوف الشيخ البراك علق وقال إيه وطبعا بعد إن الشيخ البراك نفى نفى الشيخ البراك إن تكون حياة الأنبياء حقيقية في كبرهم راح رد على ابن حجر ورح قال إيه وإن أراد إنهم أحياء في كبرهم كحياتهم في الدنيا إلا إنهم في صورة الأموات بالنظر لأهل الدنيا فهذا باطل يعني الشيخ البراك بيقول لو ابن حجر قصده ان الانبياء احياء في كبرهم حياة حقيقية بس احنا بنشوفهم اموات فالكلام ده باطل وفعلا ده قصد ابن حجر لانه هيأكده اكتر من مرة وهنشوف حديث اللي جاي في صحيح البخاري كتاب فضاء للصحابة بيقول ايه ان حياته في القبر لا يعقبها موت بل يستمر حيا طبعا بيتكلم على قبر الرسول والانبياء احياء في كبرهم حياته يعني الرسول في القبر لا يعقبها موت بل يستمر حيا يعني ايه حيا حيا حقيقية وبعد كده ابن حجر بيعلنها بمنتغ صراحة في حديث اخر وبيقول ان الانبياء احياء في كبرهم هنتأكد كمان من حديث تاني في صحيح البخاري كتاب فضاء للصحابة يقول لنا كده الحفظ ابن حجر الانبياء احياء في كبرهم والحديث اللي جاي كمان هيستشهد ابن حجر بكتاب للبيهقي في صحيح البخاري كتاب احاديث الانبياء باب قول الله واذكر في الكتاب مريم اذا انتبثت من اهلها يقول كده وقد جمع البيهقي كتابا لطيفا في حياة الانبياء في كبرهم واغرت في حديث انس الانبياء احياء في كبرهم يصلون قلت وان ثبت انهم احياء من حيث النقل فانه يقويه من حيث النظر كون الشهداء احياء بنفس القرآن والانبياء افضل من الشهداء طبعا من حجر هنا بيعلق على كتاب البيهقي اللي بيثبت فيه حياة الانبياء في كبرهم وكمان بيصلوا بيأكد كلام البيهقي ويقول قلت وطبعا قلت ده كلام من حجر بانه يقويه من حيث النظر كون الشهداء احياء بنفس القرآن والانبياء افضل من الشهداء وغنرجع مرة تانية لتعليق الشيخ البراق بيقول ايه بيقول وان اراضى انهم احياء في كبرهم كحياتهم في الدنيا الا انهم في صورة الامت بالنظر لأهل الدنيا فحيزة باطل خليني النهاردة اللي خاصلكوا الحلقة اتكلمنا في ايه احنا النهاردة شفنا في حلقة النهاردة ان عقيدة ابن حجر التبرج بالرجل الصالح وسائر اعضائه وما لبسه طعامه وماله واثار الصلاحين وكل اللي ده مخالف لعقيدة اهل السنة وبدعة ونوع من الشرك طبعا ابن حجر بيعتقد كده لانه بيعتقد ان الانبياء بيحيوا حياة كالحياة الاخروية في القبر وشفنا ازاي الشيخ البراك رد علي وقال وان اراد انهم احياء في كبرهم كحياتهم في الدنيا الا انهم في صورة الامت بالنظر لأهل الدنيا ده هذا باطل طب واني الحلقة الجاية علشان نشوف ازاي تخبط تخبط الشيخ ابن باس في الرد على ابن حجر والتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الاصلية اللي هي كتب السنة فهذا اعظم بألف درجة من ان تسقط اراضينا انت اترد بعقل اترد بعقل وانت ارد بعقل وانت اترد بعقل يبقى الدنيا والعوبة بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر